السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي النهاردة هنتكلم عن حاجة بتتعمل على مر العصور على من ملايين السنين ومن آلاف السنين ومذكورة في كل الديانات قالوا وهي الصيام المتقطع أو الصيام ما أنا أصح إيه هو الصيام الصيام ده لما نيجي نرجع مثلا للعصر الحجري أو الإنسان البدائي جدا اللي كان عايش في الكهف إنسان الكهف والكلام ده كان بيحصل إيه كان إن هو على طول بيصطاد الفريسة بتاعته وبيقعد يأكلها أو يحطها مسلا هو يأكل فيها مسلا لمدة يوم أو يومين ويقعد مسلا يوم أو يومين تاني من غير أكل لأنه هو مسلا كان بيقعد يدور على فريسة تانية ما كانش فيه حتة السهولة بتاعت إن هو ينزل يجيب حاجة من السوبر ماركت أو إن هو يجيب الأكل أو يحضر أكل على طوله في البيت زي مش زي دلوقتي كان زمان كان إنت بتروح تصطاد وترجع تاني لإما تصطاد استطدت وقعدت تأكل فيها يوم أو ما استطدتش فارجعت تاني فكان الإنسان بيقعد يوم أو يومين واحتمال تلاتة من غير أكل فإيه اللي كان بيحصل؟ ده اللي بيحصل ده الصيام ودي حاجة غصب يعني دي حاجة يعني مش بردادة كانت حاجة غصبا عنه إن هو كان بيصوم طب هل أنا ينفع صوم؟ طب أنا مثلا إنسان ما بحبش الثيام يعني أنا بحب الأكل الكتير أنا بحب الشرب أنا بحب الحاجات المسكرة أو هكذا العلمي بس بالشيء إحنا جسمينا مصمم غريزيا للصيام يعني إنت جسمك مصمم غريزا للصيام إفرد مثلا دصحت من النوم مثلا إن أنت ملاقيتش أكل ما معاكش فلوس مثلا تشتري حاجة من السوبر ماركت روحت مثلا تهتب العربية مثلا في المكان فيه سحرة وملاقيتش أكل تعمل إيه؟ فهضطر إنت تسكت يعني مش هتموت يعني هضطر إنت تستحمل مثلا يوم أو يومين لحد ما يجيلك مثلا أي استغاسة أو أي قصدي أي اسعفات أو أي حاجة أول ما يجيلك هو ده اللي بيحصل إن إحنا جسمينا مصمم غريزيا في للصيام في بقى أكتر من كذا من كذا شخصية مرموكة في التاريخ ذكرت الصيام وفايدة من جاميل فرانكلين الرجل ده صنف إنه هو من أسكل أشخاص على مر التاريخ من جاميل فرانكلين قال إن أفضل أدوية الاسترخاء والصيام أفضل أدوية الاسترخاء والصيام لو أنت فكرت في الكلمتين دولت الاسترخاء اللي هو تقليل التوتر إن هو يقعد كده في مكان هادي من جير توطر من جير عصبية يهدف السيام إنه هو ما يكلش كتير إذا كان السيام عن الأكل أو سيام عن الأكل والشرب ممكن الناس بتشرب بس لكن ممكن الناس ممكن الناس تعيش سيام بمية لكن في ناس ممكن تقعد يوم أو يومين من غير مية خالص فهو بيقولك إن بن جاميل فرانكلين كان بيكلم إنه السيام والاكل السيام والاسترخاء فده يعني ده من ضمن يعني الأقويل المأثورة اللي بتقال من واحد زي ده من جاميل فرانكلين مهات مغاندي إن السيام الصريح أفضل غذاء للعقل والجسد والروح السيام الصريح قد يعطي الجسم قد يعطي الروحة للعقل والجسم والروح مهات مغاندي طب ما هو ده كمان من الشخصيات المأسورة إن الراجل ده كان بروتستر أو اللي هو كان اللي هو بروتست اللي هو كان مناضل في الشعب الهندي الحاجة التانية سيدنا عيسى في ديانة المسيحية أن الشيطان والطعون قد يطردان بالصلاة والصيام فقط أو الصيام والصلاة فقط سيدنا عيسى ديانة الإسلامية في شهر كامل اسمه في شهر كامل شهر رمضان يعني شهر رمضان الكريم ده ده الناس فيه أو المسلمين فيه بيسوموا من عند شروق الشمس لعند غروبها ده يعني هل كل ده هل كل الحاجات اللي بتقال دي كلها بتدي انتباع عن الصيام ده وحش أو ان هو مثلا مش هلسي زي ما احنا بنقول أو غير صحي استحالة هل بنكلم دولاتي عن ديانة المسيحية اسلامية هنود بنكلم عن مؤسسين بنجامين فرانكلين ده مؤسسين أمريكا الحديثة دي مؤسسين دولة أمريكا يعني هل الكلام ده كله غير يعني بيبقى ضد مصلحة الصيام أبدا غير بقى نهيج بقى عن فوائد الصيام اللي هي طرد السموم من الجسم بتقلل من خطر الإصابة بالسرطان تقليل المخاطر من الكوليسترول الضار نزول الوزن كذا حاجة ومن ضمن أنواع الصيام أو من ضمن يعني من فوائد الصيام من أنت ممكن تستفيد بالصيام ده في كذا حاجة أنت ممكن تستفيد بالصيام ده روحانية مما المساكين كانوا بيحبوا يعملوا إضراب كانوا بيمتنوا عن الأكل وكذا الصوار وكذا كي يعني كذا حاجة لكن في ناس معينين أو شركات معينة الصيام يا جماعة مش حتة أنك تقلل من نسبة الدهون في الدم أو الدهون قصدي في الجسم وأنك تقل في الوزن وكذا لا هو ليه أسباب صحية كتير قوي فأتمنى أنك تمشي على نظام أنك بتاكل عشان تعيش مش عايش عشان تاكل بتاكل عشان تعيش مش عايش عشان تاكل حاول أنك على طول تمشي على النظام ده النظام ده هيزبط لك حياتك كلها فمن الأفضل من الأفضل أنك تحاول تحاول تمشي على النظام الصحي نظام الصيام المتقطع النظام ده بقى هتمشي عليه إزاي وهتمشي إزاي وهتعمل إيه وهتشرب إيه وهتاكل إيه ده اللي هنعرف في الحلقات الجاية كان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي أتمنى لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتعمل اشتراك في القناة شكرا جدا لكم